جماهيرنا بتسخن في مركب محمد الخامس وإن شاء الله بإذن اللي إحساسي كبير إن الجماهير دي هتفرح النهاردة وجماهير دي هتروح إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ومعها البطولة رقم 11 في تاريخها لإن الجمهور ده الحقيقة طول عمره الحقيقة يعني هو البطل الأول للمشهد فيما يتعلق بإنجازات النادي الأهم جمهور مآمن جمهور مصدق جمهور واقف في دار فرقته حتى في أصعب الظروف الناس اللي راحت المغرب دي عندها يقين وعندها سخة كبيرة جدا في رجالتنا إن شاء الله بإذن الله إن هم إقدروا يجيبوا الحداشر من الوداد في ملعبه وفي وسط جماهير وإلا ما كانتش سفت وإلا كنت شفت مدرجات الأهلي فضية جماهير اللي بتآمن بحظوظ النادي الأهلي حتى في مواقف وفي ظروف أصعب كتير جدا وجئناها قبل كده كتير أنا ممكن أحكي لكم تاريخ طويل جدا من اللحظات اللي كانت محدش يصدقها من البطلات اللي حقناها في ظروف أصعب وأقصى بكتير جدا من الظروف اللي بنواجهها وخدوا بالكم أنا قلت من يوم الأول اللي تم الإعلام فيه عن اختيار المغرب إنه كما لو كان إنه المشهد إنه في محاولة لإنه مش بس يعني إنها تكون عشان ما نصنفاش إحنا كأهلوية إنها ضد النادي الأهل لكن هي في محاولة كمان لإنك أنت تقول للهلم كله إن أفريقيا يا جماعة فيها أندية تاني غير الأهلي هو الأهلي لا يغرد منفردا في قارة أفريقيا يعني بص كده على عدد البطلات أنت بتتكلم على 24 بطولة قرية الوداد فريق كبير ما حدش يقدر ينكر طبعا واحد من الفرقة المحترمة جدا على مستوى القارة لكن بتتكلم على خمس ألقاب قرية مين تاني ممكن ييجي جنب الأهلي يعني بتتكلم على التراجي التونسي بتتكلم على مازينبي كونغولي بتتكلم على الوداد المغربي بتتكلم على الزمالك المصري شتان الفوارق الشاسعة الحقيقة بين الأهلي وبين كل فرق هو ملك ملوك القارة عشان كده ممكن تتحط في وقت من الأوقات والإحساس اللي عندنا بشوية أن الناس جاي علينا أنه الناس بتحاول تحط عقبات بتحاول تصعب علينا المشوار عشان تغير من النتيجة في النهاية بشكل ما يبانش هو ظاهر بالنسبة لي وأتمنى أنه يكون وصل للعيبة أنه ده عند الجمهور خلق حالة من حالات الرغبة الزيادة خلق دوافع جديدة عشان بإذن الله يكون عندنا القدرة إن شاء الله أنه نحقق إنجاز تاريخي أفكركم مرة تانية واحد من أهم إنجازاتكم النهاردة جهاز فني جهاز إداري لعبين بإذن الله إن شاء الله هو تحقيق لقب 11 في تاريخ النادي الأهلي فاصل ونتواصل مع حضراتكم في السلام